ما أجملها إذ نسمعها ونراها قصص الحيوان هي ممتعة ومسلية قصص من سور القرآن ولنا ولكم فيها عبر إذ هي من عند الرحمن الله الخالق أبدعها فجميع الخلق بإتقان الله الخالق أبدعها فجميع الخلق بإتقان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله أعزائنا الأطفال في أولى حلقات برنامج قصص الحيوان في القرآن والذي نتناول فيه مع صديقنا زيد قصة حيوان ورد ذكر اسمه في القرآن الكريم حيث يصحبنا في رحلة ماتعة نتعرف فيها على ما أنعم الله به سبحانه وتعالى على هذا المخلوق معنا في البرنامج مجموعة من الطلاب المتميزين نتعرف عليهم ونناقش معهم الدروس والعبر المستفادة من قصة اليوم نتعرف عليهم عرفنا بنفسك اسمي فراس برهان الصف الأول متوسط فراس برهان الصف الأول متوسط حياك الله أهلا وسهلا بك تفضل اسمي فارس من عفيف الصف الثاني متوسط فارس من عفيف حياك الله يا فارس أهلا وسهلا بك تفضل اسمي أناس ملة الصف الثاني متوسط أناس ملة الثاني متوسط نعم ما شاء الله أهلا بك حياك الله تفضل اسمي محمد خالد الصف الأول متوسط حياك الله يا محمد أهلا بك زايد يوسف صف الأول متوسط أهلا بك زايد حياكم الله جميعا وأهلا وسهلا بكم في برنامج قصص الحيوان في القرآن والآن نشاهد سويا قصة جميلة قصة زيد والجمل مستعدين؟ بسم الله نبدأ امتحان مفاجئ مفاجئ؟ في باب التعبير ها أحب التعبير جدا وعن أي شيء نكتب يا أستاذ أكتب فيما لا يقل عن صفحة عن الجمل ما أسهل هذا يبدو أني سأكتب التعبير فيما يزيد عن صفحة الجمل هو عبارة عن حيوان طويل جدا ويتميز بأنه 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 يتنفس الهواء ويشرب الماء ما بك يا زيدو كلنا يصنع ذلك يبدو أن الموضوع صعب جدا ماذا أفعل؟ تعال معي ها؟ من؟ ها؟ ما هذا؟ أنا الجمل إذا أردت أن تكتب عني موضوعا جيدا فتعال معي في رحلة جميلة وأعدك أن لا تتأخر رحلة؟ أوه يا لها من فكرة رائعة ها؟ 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 كيف تعيش هنا كثيرا تحت أشعة الشمس المحرقة هذه؟ لقد خلق الله فوق أجسادنا وبر كثيرا وهذه الفروة تحمينا من الحرارة الشديدة وكذلك تساعدنا على الدفء وقت الشتاء وكيف تتحمل عينك تلك الرياح المحملة بالأتربة؟ حول عيني رموش طويلة تحميها من هذه الأتربة وانظر أيضا يا زيدو الأذن حولها شعر كثيف أيضا حتى يحميها ما هذا؟ لما شفتك العليا مشقوقة هكذا؟ حتى لا تؤذينا الأشواك حين نأكل وانظر أيضا يا زيدو لطول رقبتي إنها تساعدني على التوازن حين أقوم وفوق ظهري حمل كبير وكذلك أقدامي عريضة بهذا الشكل حتى لا تعوقني الرمال عن السير ومكنني الله تعالى من تخزين المياه ولذلك أستطيع السفر لمسافات طويلة دون الاحتياج إلى الماء أوه كم أنت مميز حقا أيها الجمل سبحان من خلقني سبحان الله ومنذ تلك الرحلة الجميلة أصبحت من أفضل الطلاب الذين يكتبون عن الجمل وكنت دوما أختم كلامي عنه بقول الله عز وجل أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت أهلا بكم مرة أخرى نناقش الآن بعض الدروس والعبر المستفادة من قصة زيدو والجمل حياك الله إفراس الله يحييك أين ورد ذكر الجمل في القرآن ورد في صورة الغاشية في صورة الغاشية ما هي الآية أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت أحسنت ماشاء الله عليك ممتاز جدا طيب يا شباب كم صفة كم صفة يعني تعتبر صفات إعجازية للجمل أن الله تعالى إيش قال لنا قال أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت يعني الإبل فيها صفات إعجازية الله عز وجل أمرنا أن إيش نتفكر ونتأمل في هذا الجمل فكم صفة من الصفات اللي شفناها في الفيديو تعتبر صفات يتميز فيها الجمل عن باقي الحيوانات تفضل يا أنس يتميز بكثرة الوبر التي تغطي جلده حلو جميل يعني الوبر هذا الكثير يغطي جلده طيب هذا إيش يستفيد منها؟ يحميه من حر الصيف ومن برد الشتاء ما شاء الله عليك أحسنت جميل جدا فعلا يعني كثرة الوبر وشعر على جسم الجمل يحميه من حرارة الصيف و الشمس و أشعاتها المحرقة و أيضا برد الشتاء لأنه غالبا يعيش في المنطقة الصحراوية ففي المنطقة الصحراوية الليل يكون بارد جدا و الصيف أو عفوا للنهار يكون حار جدا فحار صيفا و بارد شتاء فيحميه في كلتا الحيثين جميل جدا طيب يا أخ زايد إيش الصفات أيضا اللي تحس إنها إعجازية شفتها في قصة زيده و الجمل تخزين الماء و الأكل تخزين الماء و الطعام جميل وهذا يساعده في إيش؟ سافر مسافات طويلة بدون ما يحتاج ماء أحسنت أحسنت و هذا من الأشياء اللي تساعد الجمل أنه يمشي مسافات طويلة جدا بالكمية الماء و الطعام اللي موجود عنده طيب بما أن الجمل يحمل الماء و الطعام لمسافات طويلة فما رأيك فارس لماذا يعني الجمل بما أن الجمل يحمل الطعام و الماء مسافات طويلة فبماذا سمي الجمل؟ بسفينة الصحراء أحسنت سفينة الصحراء لقب بسفينة الصحراء لأنه يحمل للطعام و الماء مسافات طويلة جدا طيب ماذا نستفيد نحن من الجمل يا محمد نستطيع أن نركب عليه يعني أنه من زمان الناس لما كانوا يسافروا كانت مسافات طويلة جدا فكانت إعجازية يعني كان السفر لمشينا على الأقدام كانت صعب جدا فالجمل يساعد بهذا الشيء أحسنت إجابة صحيحة جدا قال الله تعالى في القرآن وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ وَتَحْمَلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُ بَالِغِهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُفُ الرَّحِيمُ ثم ذكر في الآية التي بعدها والخيلة والبغالة والحميرة لتركبوها وزينة ويخلقوا ما لا تعلمون فالحيوانات هذه ومنها الجمل الله تعالى إيش جعله لنا سخريا يعني إيش مسخر لنا نركب عليه ونذهب بمسافات طويلة وهذا بالذات كان زمان الآن مع السيارات وستائل النقل الحديثة الناس يعني مع السار يحتاجوا إلى الجمل لكن زمان البشرية كلها سنين طويلة ما تعتمد إلا على إيش هذه الحيوانات في التنقل طيب ما هي الصفات الإعجازية أيضا اللي وجدتموها في الجمل في قصة زيدو والجمل تفضل يا فارس أنه يوجد شق في فمه أو شفته يعني عشان يقدر يحميه من الشوك اللي يأكله الشفة العلوية مشقوقة ليش؟ نعم نصين أي سبحان الله لأنه تحميه من الشوك والأشياء اللي يأكلها فهذه التحميه أحسنت فعلا طيب أنا عندي لكم سؤال ونشوف أنتم تعرفوا الجمل فعلا أو لا تعرفوا ذكر الجمل له اسم وأنثى الجمل لها اسم طيب محمد فضل الحمد أنثى الجمل تسمى ناقة أنثى الجمل تسمى ناقة ذكر يسمى جمل و الذكر يسمى جمل أحسنت أو إبل أو إبل هي كلها أحسنت أحسنت طيب الناقة وردت في القرآن الكريم فأين وردت في القرآن الكريم الناقة نسمى الناقة اللي يعرف في جاوب ها أنس بصورة الشمس عند كذب الثمود بطقواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقيها أحسنت إجابة صحيحة كذب الثمود بطقواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقيها رسول الله اللي هو من نبي الله صالح عليه السلام كانت معجزة أن تخرج الناقة من الصخر يعني تخيل صخرة صماء مغلقة تنفلق الصخرة تخرج كده تنفك الصخرة وتخرج ناقة من هذه الصخرة و كانت هذه الناقة يعني يأخذ منها الحليب و كانت هي معجزة لقوم صالح عليه السلام هذه معجزة قوم صالح عليه السلام الناقة فيصير أنثى الجمل تسمى ناقة وذكر الجمل يسمى إيش جمل جمل آله هو الاسم المعروف طيب أحسنتم ما شاء الله عليكم طيب والآن سؤال النبي صلى الله عليه هintersم كان له ناقة ولها اسم معروف فما هو الاسم تفضل القصوى إحسنت اسمها القصوى ناقة النبي صلى الله عليه ه formulated وهي الناقة التيهاجر عليها من مكة إلى المدينة وأيضا كان له ناقة أخرى تسمى العضباء يعني ناقتين بس اللي هاجر بها من مكة للمدينة هي هي القصوى وهي الأشهر طيب أحسنتم ما شاء الله عليكم طيب الله تعالى يقول أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت فنحن مأمورين بأيش أن نتفكر ونتأمل في الإبل طيب هل نحن فقط نتأمل فقط في الإبل ولا يعني عادي نتأمل في باقي المخلوقات فضل يا أفرس يجب أن نتأمل بكل المخلوقات لا تعالى أحسنت يعني التأمل في مخلوقات الله هذه عبادة عبادة التأمل والتفكر في مخلوقات الله الله عز وجل عطانا مثال اليوم مثال الإبل فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت ولا المؤمن يتفكر ويتأمل في جميع مخلوقات الله ما شاء الله عليكم و ما شاء الله عليكم متميزين جدا طيب الآن نبغم من كل واحد بس يعطينا فائدة استفادها من قصة زيده والجمل تفضل يا أفرس التفكر في مخلوقات الله جميل ومنها الإبل والتفكر في السماء والبحر أحسنت أحسنت يعني أن الإنسان دائما يكون متفكر و متأمل في مخلوقات الله ما شاء الله عليك إجابة جيدة ما شاء الله عليك أفراس تفضل يا فارس أنه تحرص على التعلم أنه يتعلم أشياء جديدة عن حيوانات الله جميل أن الواحد يحرص على التعلم عن الحيوانات والمخلوقات رائع جدا أي وصح لأن الإنسان كلما تعلم أكثر عن الحيوانات والمخلوقات كلما صار عنده تعظيم لله عز وجل أكثر ممتاز ما شاء الله عليك تفضل يا نس لا تكتب عن شيء إلا و أنت عندك ما عارف تفصيلية عليه جميل زي ما زيدوا في البداية كان يكتب عن الجمل وبعدين يطلع أنه مو عارف شيء عن الجمل فلما راحوا وتعلموا زي كتب رجعيش كتب التعبير كان جيد أحسنت ممتاز يا نس استعداد المفاجأة هذا كان اختبار مفاجأ فعليك الاستعداد لكل شيء يظهر في وجهك جميل أنه الواحد يستعد دائما للأشياء التي ممكن تعرض التحديات التحديات اختبار زي كذلك يكون مستعد من بدري و منها أنه دائما يتعلم و دائما يتعلم و يستفيد أحسنت تفضل عرفت صفات الجمل أي و منها أنه تخزين الماء أحسنت جميل هذه صراحة من الدروس المستفادة جدا من قصة الجمل أنه يتحمل العطش و يخزن الماء فترة طويلة سبحان الله باقي الكائنات أو البشر لا يستطيع تحمل فترة طويلة بدون الماء و الطعام إلا يجب أن يأكل في اليوم أقل شيء وجبتين أو ثلاثة أحيانا فالجمل لا مستعد أن يكون أيام بدون طعام و بدون ماء يتحمل فترة طويلة و هذه سبحان الله من الأشياء الإعجازية الموجودة في الجمل عن باقي الكائنات ما شاء الله عليكم متميزين جدا نجابات رائعة و دروس و عبر استفدناها من قصة زيده و الجمل يعني نرجو أن بقية المشاهدين يستمتعوا أيضا بما استمتعتم به و يستفيدوا بما استفدتم به إن شاء الله إلى هنا أعزائنا المشاهدين نصل إلى ختام حلقاتنا لهذا اليوم نرجو أن تكونوا استمتعتم معنا و استفدتم كثيرا من قصة زيده و الجمل و إلى هنا نلقاكم في حلقات أخرى بإذن الله و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ما أجملها إذ نسمعها و نراها قصص الحيوان هي ممتعة و مسلية قصص من سور القرآن و لنا و لكم فيها عبر إذ هي من عند الرحمن الله الخالق أبدعها فجميع الخلق بإتقان